بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ المحاضرة الثالثة من الدرس الخامس والأخير The Second Law of Thermodynamics and Anthropy بداية رح نبدأ بتعريف Maximum Performance أو المردودية القصوى لجميع الآلات التي دم درسها من قبل بالطبع هنا رح نأخذ أنه TL هي Temperature of Cold Reserver and TH هي Temperature of Hot Reserver بالنسبة لThermal Efficiency of Heat Engine رح تكون على هذا الشكل 1-TL على TH بالنسبة للRefrigerator COP of Refrigerator Max تساوي TL على TH-TL بالنسبة لHeat Pump Coefficient of Performance of Heat Pump Maximum أو Maximum of Coefficient of Performance of Heat Pump تساوي TH على TH-TL هاتم الثلاثة تم استنتاجهم من القانون الثاني للديناميك الحرارية الذي يتم عرضه إن شاء الله بعدين أيضا رح نشوف Reversible Process أو بعدين إن شاء الله Irreversible Process Reversible Process for a System is Defined as a process that once having taken place can be reversed and in so-to-wing livers no change in either the system or surroundings يعني هو الإجراء الذي إن وقع يمكن أن يرجع من جديد يعني إيش يبدأ إلى الحالة الأولى الذي بدأ فيها وهنا مثلا رح نخذ هنا ميا ثم الميا هذه تتحول إلى إيش إلى جليد فهنا الجليد أو الآيس يمكن أن يرجع إلى إيش إلى ماء من جديد فهنا لو بردناه رح يتحول إيش لو سخناه رح يرجع وطر فهنا يعبر عن هذا إنه Reversible Process أو الإجراء المنعكس In other words the system and surroundings are returned to their original condition before the process took place يعني يرجع كل ماشي على حالته الأولى قبل أن يبدأ هذا الإجراء therefore the reversible process in appropriate starting point on which to base engineering study and calculation although the reversible process can be approximated it can never be matched by real process هنا نأكد أنه Reversible Process approximated يعني هو شيء يمكن تطبيقه هنا في الحقيقة لا يمكن تطبيقه لكن هنا يتم إفتراضه ليش؟ عشان نقدر نسوي حساباتنا فهنا بالنسبة لريبروسس يعني الإجراءات الحقيقية ما نحصل هذا الأمر بعدين irreversible process أو الإجراء اللا انعكاسي وهنا زي ما نشوف في الرسمة إيش؟ لو احترق هنا الخشب هل لو احترق الخشب هل يمكن يرجع إلى حالته الأولى؟ طبيعي جدا من المستحيل هذا فهذا الإجراء إجراء لا انعكاسي وهنا حسب ما نشوف التعريف فهنا لا يمكن أن يرجع بالنظام أو محيطه الخارجي إلى البداية إلى البداية ذات إيه، 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 كسيارة، هل يمكن الفيول أن يرجع هذا من المستحيل؟ فهذا إجراء لا انعكاسي هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط نبغى نطرح السؤال إيه الفرق بين Reversible Process و Irreversible Process ترجمة نانسي قنقر